أزمة جديدة في العراق بعد إزار وزارة المالية الحالية حسابات الدولة من شهر كانون الثاني ولغاية شهر أيلول الماضي للعام المالي 2023 أشارت فيها إلى أن حجم الإيرادات في موازنة العراق بلغت أكثر من 95 تريليون دينار وفيما بلغ معدل الاعتماد النفطي في الموازنة 95% وتعليقا على الأرقام الصادرة من وزارة المالية أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام تؤكد السمرار الحكومة الحالية بنهج الاقتصاد الرائعي المعتمد على النفط محذرين من أن ذلك يضع العراق تحت رحمة أسعار النفط وأن ذلك سيؤدي إلى أزمة مالية جديدة قد تصل إلى العدز عن تأمين الموازنة التشغيلية التي تبلغ أكثر من 60% من الموازنة العامة وهي مرتبات شهرية تصل إلى 7 مليارات دولار شهريا وأصفين بقاء قطاعات الصناعة وزراع في حالة ركود بأنها ضمن سلسلة فشل للحكومات المتعاقبة في عدة أحياء القطاعين المهمين في البلاد وفي إقرار حكومية كدى المستشار المالي للحكومة منظر محمد صالح أن أسباب بقاء الاقتصاد رائعيا في العراق يعودوا إلى الحروب مضيفا أن ما تشهده البلاد اليوم من الصراعات السياسية أدت بمجملها إلى تشتيت الموارد الاقتصادية البنك الدولي من جانبها كدى أن العراق اعتمد بشكل كلي على الاقتصاد الرائعي تاركا القطاعات الاقتصادية الأخرى بدون تطوير رغم وجود الوافرات المالية مبينا أن سلطات الحكومية في العراق لا تستطيع تطوير هذه القطاعات في الوقت الحالي بسبب استخدام الوافرات المالية بالنفقات التجغلية دون الاستثمارية ومع السمرار الحكومة المتعاقبة في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة فأن البلاد تقع في دائرة خطر الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العدز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال والعدز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة في ظل سياسة حكومية أثبتت فشالها بامتياز في الاعتماد على الاقتصاد الانتاجي بدل الريعي اشتركوا في القناة